السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدى التربية الإسلامية للمساوة التأعداد مكون تزكية أهمية تدين في حياة الفرد والمجتمع النصوص المؤثرة للدرس قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقم الدين ولا تستفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال مصر المفاهيم فأقم وجهك قومه وعدله للدين دين التوحيد والإسلام حنيفة مائلة إليه مستقما عليه فطرة الله خلقته فطر الناس عليها جبلهم وطبعهم عليها لخلق الله لدينه الذي فطرهم عليه ذلك الدين القيم المستقيم الذي العوجاج فيه شرع لكم بيّن وسن لكم طريقا واضحا ما وصى به ما أمر به وألزم أقيم الدين دين التوحيد وهو دين الإسلام كبر عدم وشق يشبي يختار ويستفد لدينه ينيب يرجع إليه ويقبل على طاعته مضامين النصوص النص الأول أمره سبحانه وتعالى بالإقبال عليه والإعراض عما سواه لما في ذلك من توفق مع الفطر البشرية النص الثاني بيانه سبحانه وتعالى أن الدين واحد والشرائع مختلفة المحور الأول حاجة الإنسان للتدين تعريف الدين وحقيقة التدين الدين ما هو الدين الدين في اللغة من فعل دانا أي اعتنق واعتقد فكرا أو مذهبا ما وصار على نجيه وجمعه أديان وفي الإصطلاح التسليم لله تعالى والإنقياد والخضوع له إفراده بالعبادة قولا وفعلا واعتقدا وهو كذلك ملة الإسلام وعقيدة التوحيد التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم ونوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام تعريف التدين التدين والالتزام بالتشريعات والأحكام التي شرع الله عز وجل والعمل بها في الحياة أو هي تمسك بجميع أوامر الدين وترك نواهيه ظاهرا وباطنا ثانيا النزوع إلى التدين ملازم للإنسان التدين غريزة فطرية في الإنسان إذ لا يمكن أن تصور إنسان بدون دين فهو إما أن يعبد الله أو يعبد غيره من آلهة مادية أو معنوية وبفطرته هاته فهو مهيأ لتقبل الهدى الإلهي مما يستدعي إرسال الأنبياء والرسل لإرشاد الناس إلى الحق وتحديدهم من الضلال أهمية تدين في حياة الإنسان أولا ما من أمة إلا لها دين يقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلفيها نذير ثانيا الدين يلبي حاجة الفطر يقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثالثا الدين غذاء للروح الإنسان جسدا وروحا ولا بد لكل منهما من الغذاء لينمو وغذاء الروحي هو الإيمان رابعا الدين الحق ضرورة لهداية الفرد والمجتمع خامسا دور الوازع الديني في حياة الفرد والمجتمع المحور الثاني سوف نتعرف على أثر تدين في حياة الفرد ثم في حياة المجتمع أولا أثر تدين في حياة الفرد تحرر العقل من حدود الماديات وقيودها إلى مجال الخيب الفسيح الذي يجد فيه العقل متعته ولدته التشبع بالقيام الروحية التي تدفعه إلى الارتباط بالخالق سبحانه واستحضار مراقبته في كل وقت وحين تقوية إرادة المسلم بآداء الواجبات وفعل الخيرات والابتحاد على الشر والرديلة ومقاومة اليأس والقنوذ لنيل مرضات الله عز وجل ثانيا أثر التدين في حياة الفرد والمجتمع تحقيق طمأنينة نفسية والتوافق الناتجين عن عز التعبد ورفع التكليف وطمأنينة الخلود إقامة أوثق الروابط بين الإنسان وأخيه الإنسان بحيث يتجاوز الدم واللون واللغة والوطن ويجعل الجماعة الإنسانية على قلب رجل واحد يجمعهم على الخير والبر تنظيم حياة الناس وفق شرع الله الحكيم الشامل الذي يضمن العدالة ويحقق الأمن والاستقرار والانضباط للمجتمع بناء الأمة الخيرة وتقوية الروابط الإجتماعية إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة